اشتركوا في القناة وكان تاجرا يتاجر بماله ومال غيره وعرف عنه التقوى والورع خرج ذات مرة فقابله لص ومعه سلاح فقال له اللص ما معك فإني قاتلك فرد عليه أبو معلق ما تريد إلا دمي فإن شأنك المال فرد عليه اللص قائلا أما المال فلا ولست أريد إلا دمك فرد عليه أبو معلق أما إذا أبيت فاتركني أصلي أربع ركعات فقال له اللص افعل إن شئت فتوضأ أبي معلق ثم صلى أربع ركعات ثم دعا رضي الله عنه في آخر سجدة وقال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني وحينما انتهى فإذا بفارس أقبل وبيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه فلما رآه اللص أقبل نحوه فطعنه الفارس وقتله فأقبل على أبي معلق الأنصاري فقال له قل من أنت فقد أغاثني الله تعالى بك اليوم فرد عليه الفارس وقال أنا ملك من أهل السماء الرابعة حينما دعوت سمعنا لأبواب السماء قعقعة ثم أكملت ودعوت بدعائك الثاني فسمعنا في أهل السماء ضجة ثم دعوت بالدعاء الثالث فقيل لي دعاء مكروب فسألت الله تعالى أن يوليني قتله قال أناس رضي الله عنه فاعلم أنه من توضأ وصلى أربع ركعات ودعى بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب والله جل وعلا هو القائل سبحانه أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء صدق الله العظيم فهو سبحانه يجيب دعوة المضطر إذا شاء سبحانه كما وعد بذلك وحينما كان الصحابي مضطرا على تقدير صحة الحكاية فأجاب الله دعوته وهو دعا بدعوات عظيمة يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد أسألك بعز وجهك الكريم وبملكك الذي لا يرام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص ثم قال يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك يا مغيث أغثني ترجمة نانسي قنقر